السلام عليكم أصدقائي كيف أخباركم على طالب أحد الأصدقائي سنعلمكم اليوم أعزف أغنية عفوا سيف نبيل ورقة أو معروفة أبشرك ضيعة إنسان سنعملها على بيات من الري نشرق المي والسي الأغنية على إيقاع خبيتي لكن خبيتي معمول ميكس مع شيء ثاني يعني خصوصي للأغنية معمول فيك تشتغلها على سلو وأعتقد هاوة بطيء بس ما من متأكد من الهاوة بس سلو ماشي أجنبي أو الأخبيتي الأغنية تبدأ مقدمة موسيقية هيك هون تبدأ الكلمات شباب لا أعيد نفسي بكل فيديو هذه القناة ليست قناة تعليم احترافية يعني اللي يقدم القناة يعني أنا يعني مصطفى ليس محترخ مية بالمية يعني مجرد هواية فمو كل مرة حجي أمسح التعليقات اللي بتقولي أنه العزف فيه مفتاح غلط أو فين هو تناقصة أنا شغلة أعطيكم مفتاح الأغنية أنا مش حافظة للأغنية أصلاً يعني أنا شباب بيطلبوا مني أغاني ما موجودة بغير قنوات فأنا بننزلها يعني هاي قدرتي أكثر من هيك ما فيه ماشي الخطأ خطأ بالعكس ما متلي متلك المهم الكلمة تبدأ هيك موسيقى 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 نعيد هذا المقطع موسيقى 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 عيدها 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 شوفوا على الأصبع الواحد هي يعني شو مدركو يعني غصب رعناك راح تنقص مفتاحي يعني ما فينا عمل هيك فينا عمل هي الحركة بأصبع الواحد مثلا نعيد هاي أبشك طيعة إنسان عيدها عيدها عمالة سألسان عيدها 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 موسيقى هذه هي كل الأغنية ولكنكم تعملوا قليلا على اللحن تريد أن ترى مصطفى منقص تريد أن تزيدهم تريد أن هناك تحلايات طبعا هذا الحكي للناس الذين حافظوا الأغنية تريد أن تحافظوا اللحن وتشبعوا الأغنية بإذنك لتعرف أن تظهر أنا كثيرا سترح مني نوطات لأنني لا أحافظوا اللحن 100% ليس أنني لا أحافظوا الأغنية ولكنني لا أحافظوا لأنني لا أحافظوا ملايين الأغنية لحتى تعلم لأنني أكون محترف وأنني أتعلم بإحتراف لأنني أحافظوا الأغنية مليون بالمئة فأنا لا أحافظوا الأغنية عبارة عن بساعدكم فيها أي نقص بالأغنية بالنوطات أنتو طالعوهم ليس كل شيء من القناة التي تعلمت أنا أو غيري بالأخير هذا الشيء يرجع مجهود الشخص يعني أجيب أثنين عاسفين محترفين من نفس المدرسة ونفس الأستاذ ونفس كل شيء لأنه هذا عنده إحساس فيها وهذا عنده إحساس فيها هذا بيحبها وهذا ما بيحبها هذا متخيلها بشيء وهذا متخيلها بشيء ثاني يمكن أن يتطلعوا حلوين بس كل واحد متخيلها بإحساس خاص فيه يعني يعرفوا يعني هذه الأغنية لما يعزفها واحد عن جد يعني أكله شيء خيانة أكله شيء يكم شيء يضرب بالحب غيره ما يعزفها واحد مبسوط ومرتاح يعني فبتشكركم ما بدي أطول عليكم وإن شاء الله راح نرجع الفيديو التعليمية بس كانت القناة محضورة بسبب التبليغات أنا أجولي من التبليغ وحاولت أنه أنشر شيء بس ما ننشر معي ظليت شيء ثمانة أيام بالضبط حرميني اليوتيوب من النشر فبدنا دعمكم بدنا اللايكات بس ماشي وشكرا لألكم حبايب